هو السؤال التالي هل سيتم افتتاح المدارس في البلدات الحمراء للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في بات حي ومباشر من شفا عمر مراسل قناة هلا فتح الله مريح مساء الخير أخ فتح الله مساء النور زميلي شاكر بالفعل بعيدا عن تلك الأرقام أو المعطيات قناة هلا وموقع بنت في الفترة الأخيرة عمليا يعني يجوبون البلدان العربية والمجتمع العربي يستمعون تحديدا إلى أراء الناس إلى أصوات الناس قبل افتتاح العام الدراس الجديد بالفعل مثلا قبل قليل تجولت بإحدى المكاتب في مدينة شفا عمر هناك بالفعل تساؤلات وغموض وتخبط جراء يعني ما قبل دخول الطلاب للعام الدراس الجديد هذا السؤال بالفعل الذي طرحته قبل قليل زميلي شاكر بالفعل هناك إجابات عليه وربما من الذين يعيشون مع الناس وأوجاع الناس ويجيبون الناس على تساؤلاتهم دكتور مازل نصر الله يعني السؤال الذي يطرح بداية يعني أرقام معطيات ممكن أن تعطينا إياها ولكن هل سيعود طلابنا إلى المدارس وجهة نظرك كدكتور كطبيب يعني يجوب هنا ألاف الأشخاص عيادتك ومراكزك الطبية ما هي إجابتك على هذا الموضوع؟ بداية مساء الخير للمشاهدين على قناة هنا إحنا قبل ما نحكي على المدارس نرجع ولا ما نرجع لابد إلا نبزي عن الكورونا مردية الكورونا لأنه إحنا عايشين إسا التطورات ونسينا شو هي الكورونا بالأصل الكورونا من شاء نذكر ما هي إلا عبارة عن مرض فيروسي اللي كونوا الوباء عالمي اللي انتشر أكتر من 2.13 دولي اللي وصل أعداد المصابين بين إنسكنه حامل للمرض أو عنده الأعراض لأكتر من 22 مليون وحالات الوفيات مصلت 750 ألف ومنهين كمان زيادة على الوفيات في إنها 76 ألف حالي اللي هي حرجي إذا هذا من المسمع الأرقام في كتير ناس بدأت نقص كأنه مرض صعب الكورونا هو وباء عالمي إحنا بنقول وباء عالمي من شاء نعرف وباء عالمي فتاك لازم تكون نسبة الوفيات فيه عالي أكتر من 25% بينما في الكورونا نسبة الوفيات ونشوفه بنحكي كمان محليا وعالميا لا تتجاوز الواحد في المية عالميا وفي إسرائيل يعني إذا بناخد بنقول كل العالم 22 مليون 750 ألف حالة وفاة بنحسبها بتراوح بين 1-1.5% في إسرائيل في عنا 96 ألف حالي في منهين 700 وفاة كمان نسبة الوفيات 0-0.7% يعني أقل من 1% كل هذه الأرقام بتدل إنه الكورونا مش وباء فتاك زي ما الناس بتصوروا هذا بالنسبة للكورونا إذا الأرقام إحنا بنعرف أكتر دولي مصابي هي أمريكا وصلت 5 مليون 800 ألف عندهم تقريبا 130 ألف حالة وفاة وراها بتيجي البرازيل وراها بتيجي العند بنيجي على إسرائيل بنوخد قبل ما نقول إسرائيل بنوخد كل الشرق الأوسط إحنا متطلع نسبة الوفيات في الأوروبا وفي الغرب في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية أكبر منها بكتير من الشرق الأوسط إذا بنوخد إسرائيل بنوخد الأردن بنوخد سرية بنوخد العراق منزيح إيران على جلب لأنه إيران نسبة الوفيات أكتر من الشرق الأوسط منشوف أن النسبة تتراوح بين 0-0-7 تنوصل في المية يعني أقل من 1% ل 1% هذا ما يخلي تعريف الكورونا وباء عالمي سريع الانتشار نسبة الوفيات قليلة خطر شوي عكبار العمر على الأطفال من جيل 10 وتحت تقريبا مش موجود وهذا بهمنا لقصة رجوع للمدارس اللي بدنا نحكي عليه الأطفال من 0-10 سنين نسبة الإصابات عندهم قليلة جدا عمليا بدهم يرجع على المدرسة أو السؤال يطرح وجهة نظرك تجاه عودتهم بالمدرسة هل سنأخذ طلابنا إلى المدارس في هاي الأوضاع؟ أخ فتح الله ولا جميع المشاهدين إذا بنوخد الإيجابيات و بنوخد السلبيات نرجوع عدم نرجوع لا حد اللي عم يحكي أكيد بأكد رجوع بكتير أحسن سبقوا قلت قبل تواني أنه عندنا الأطفال من عمر 0 لعمر 10 تقريبا لا بنصابوا ولا بيحملوا يمكن ما بنقولوا المرض معناته هدول فيش عليهم أي مشكلة نرجعهم للمدرسة بدل من فوق العشرة إذا بنحكي كيف بدنا نرجعهم أما كجواب ملخص أبدا نرجع للمدرسة وأحسن يرجعوا للمدرسة وأحسن نعطي الطفل يرجع لحياته إذا خدرنا الطبيعية لأنه صرنا عمر الطفل بعيش الفرصة وبعد الفرصة برجع للمدرسة بس عندنا تيجي الأهالي بدأ تحضر عراس بدأ تروع على الكانيونات وبدأ تعمل كل المشتريات وما بهمها أما لما نرجع للولادين على المدرس لا أولادنا مش تجارب ومنخطرش فيهم بالعكس لولاد فش عليهم ولا أي خطورة من شان الأهل يقدروا يروح على أشغالهم ويقوموا من شان ما نصلش لضائقة اقتصادية خانة أكتر ما نحن عايشين أكتر من مليون عاطل لأجل الإغلاق الأولي لازم لولاد ترجع على المدرس لازم لولاد إلها طرق والسباح كيف الطرق يرجع الأطفال على المدرس وأحسن لكل المجتمع أنه الأطفال إذا بنوخد الحضانات وصف أول وصف تاني فش عليهم ولا أي تغير برجعوا مدارس عادية حتى الآدات تقدر توصل أكتر من 18 وعشرين واثنين وعشرين زي ما بدنا نحكي على صفوف للحد أول وثاني وحضانات ليس على صف تاني ثالث ورابع صف تالث ورابع بدنا نعمل هيك بدنا نحدد من شان هن ما أقول بيعلوا على العشر سنين ما أقول أنه يقدروا يعدوا أو ينقلوا المرض بدنا نحط لتكونوا في أرقام مش أكتر من 18 ولد بكل صف بدنا نقول عن الشكل الأطفال بصف تالث هن في الدرس ما يحطوش كمامات أما لما بيطلعوا على الساحة وبيطلعوا على الفرص الكمامات إجباري إذا صف رابع لما بيش على صف رابع بد يكون في مدارس في صفوف لا تتعدد 18 طالب وبيغدروا هن مش بيغدروا هن الزامة الكمام يكونوا في الدرس وبريد الدرس إذا منطلع على صفوف الأعلى منطلع خامس وسادس هدول بد يكون العلم عندهن مقسم القسم الأكبر في المدارس أما منعطيهن 9 إلى 10 ساعات يعملوا الدراسة عن طريق الماديا عن طريق البيت وعن طريق حين نعرف الكمبيوتر أو عن طريق التلفونات الزكية الأكبر تنويات الأغلب عن طريق الماديا أما يومين يتواجدوا في المدارس إذا الإشد أساسي وضروري بشأن نحفظ سلامة الأطفال غير كمامات غير النظافة الأعداد ما تعلق على الثمانتاش إذا الأعداد تعلق على الثمانتاش لازم مدير المدرسة مشهول يقرر فيك حالي اللي بتقرر وزارة الصحة وفيه عندنا هنا المسؤول المنطقي أو وزارة الصحة ككل في إسرائيل هذا إنه كيف بيرجعوا برجعوا بذكر رجوع الأطفال للمدارس أحسن من كل النواعي الأطفال في الشعين خطر الأطفال إذا بتصرفوا زي ما حكينا صفوف محدودة إذا بنقول النظافة والكمامات هني بقللوا العبئ على الأهالي من شاء الأهالي يقدروا يرجعوا على أشغالهم هني مضمنياً وباخدوا حياة طبيعية ما بتصير تخلي الولد يشز عن حياته الطبيعية تقعدوا ولد صغير بعرفش تدرس صفتان وطرابع على الماديا عملياً يعني هناك حسب رأيك في تأثير جوالب نفسية لعدم أو تواجد الطالب في المدرسة في هذه المرحلة ممكن يصير تأثير جوالب نفسية على الطالب بكل هالفترة؟ أخ فتح الله طبيعي إذا طالب حكيت لك إذا هو ولد صغير طبيعي يتواجد مع أطفال في المدرسة طبيعي يعيش طفولته في المدرسة إذا تحطه في البيت يتعلم عن طريق ميديا تحط أمه إحنا شفنا كلياتنا أفطني قبل ما أكمل على المدرسة فيش إشي اسمه جولي أولى وجولي تاني مع أنه العالم كله المرادية بعدها ماشي ذات المرادية فيه تزايد في الانتشار وفيه مرات شوي هدوء في الانتشار إحنا شفنا في الانتشار الأولي شفنا الولادة اللي خلينا الأميات تتعلمين والله لأنه كانت تطلع الأميات لو شوي بتبكي لا هي عارف تعلم الطفل هو عصبية على الطفل والطفل ما استفدش بالعكس الطفل فوتناه في ضائكة نفسية اللي هو بيغنى عنها بما أنه الأطفال مش خطرين ولا على حالين ولا على غيرين والأطفال الأدى آمنين والأطفال مش حقل تجارب زي ما بفكر بعض النساوين مهمش عن كلمة لا بعض النساء الأغلب النساء اللي بيستعملوا هاي المصطلحات إحنا مرديش أولادنا كحق التجارب أولادكم بروحوا لمصلحتهم والنفسية والصحية يتواجدوا في المدارس حسب كيف بتشرع وزارة المعارف وزارة الصحبة رسالة أخيرة بتحبت وديها عبر قناة هلا هو موقع بنت خاصة يعني الأوضاع كيف تلخصها في المجتمع العربي وفي شفاعمر كذلك بنأخذ المجتمع العربي ككل المجتمع شفاعمر كأشي خاص ككل عنا إحنا بنحكي إنه صحيح الكورونا مرض وباء مش فتاك أما وباء شفنا الوفيات فيه وفيات وخصوصا لأكبار السن واللي عندن أمراض مزمنة مش معناته إحنا إذا فيه ناس بيجي بيقول دكتور مازن قال بتخوفش بتخوفش لحد معين بتخوفش على الولاد الصغار على الشباب أما على أكبار العمر لا خطري وخصوصا لأنا الأراض ومعقول تأدي له وفيات عشان هيك بطلب عنا فيه استهتار هائل في الوسط العربي لا يعني بدنا نقود كل الأشياء لا بني إيسوا حرارة إذا فاتوا على محال ولا بني اهتموا للنظاف إذا فاتوا على محال ولا بني حطوا الكمامي وعنا أكتر من هيك عنا فيه إيش بقولك بعده لليوم هاي مؤامرة وما فيش كورونا إذا فيش كورونا هاي الأرقام 22 مليون منيجات و777 ألف حالة وفاة بنينجو فيه كورونا وفيه وفيات وفيه أمراض مرض منشر بشكل بده انتباه إذا منشان هو منشان أهله الكبار في العمر لازم الوسط العربي يبلش يتعلم كيف هني لما بروحوا على الوسط اليهود بخير يجبروا يحط كمامي ولما بيفوت يجبروا يقيس الحرارة ويحط القلقجل منشان ينظف بدنا نتعامل هيك بالوسط العربي شفاعمر؟ شفاعمر أنه صارت حالة خاصة وفي الفترة الأخيرة شفاعمر أنه زيادة على الحكايته انفلات خاصة شفاعمر أنه زيادة هذا على الانفلات وعدم تطبيق كل التقليمات والإرشادات وفزارة الصحة أنه بشفاعمر صار فيه شوي حالات نفسية على بمرض كورونا هو اللي بتضحك عليها صار عندنا بشفاعمر كأنه مريد الكورونا بشفاعمر كأنه هو مسؤول عن الكورونا العالمية هو المردين للتنين وعشرين مليون هو المردين ومريد الكورونا بشفاعمر كأنه يعني إشي منبوز هو عكي تقرب عليه هو عكي تجيب سيرته وهو بعودش مسكين بتصير له الأدى إحباق بعودش يسترجي يقول قال بيطلبه منه يقول أنه يقول ما هو إذا قال تصرف الناس اتجاه مريد الكورونا بفوته لضائق نفسية أكتر من ضائق الكورونا مش ضائقة مرضية سابة للصغار أو للشباب أو لحد الخمسين أما تصرف الناس معهن الكورونا للشباب وللصغار مرض بدنا نحاول نقلل أدى من أقدر والتقليل هوي يصار اليوم كل بعرف الإرشادات أما بدنا نفهم أنه مريد الكورونا مريد زيه زي واحد عنده حلق زي واحد عنده تابرأة زي أي مريد عادي مش إشي خاص مش إشي مخيف ومش إشي لازم يكون منبوث كأنه لا صمح الله شكرا شكرا إلك دكتور شكرا شكرا لتلفزيون شكرا إلك أخ فتح الله شكرا إياد والمضبوط أنا يعني كل ما بقى بعمل مقابلات معك بطلع بشعور أنه الإشي وصل الرسالة وصلت لمحله المضبوط وشكرا لألكم شكرا جزيلا ومن هنا من هنا من مدينة شفو عمر من عيادة الدكتور مازن نصر الله بالفعل إجاء أسئلة كثيرة طرحت على مجتمعنا العربي الذي يتسألها إجابات كثيرة تجدون هنا عبر قناة هلا وموقع بنت نعيد البث إليكم مباشرة من مدينة شفو عمر إلى استوديوهاتنا في قناة هلا شكرا لك أيضا أنت زميل فتح الله مريح كنت معنا من شفو عمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة